اعزائي الطلبة والطالبات اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج العلوم للصف الثالث الاعدادي النهاردة هنتكلم على الوحدة التالتة من منهجنا الوحدة دي فيها درس واحد بيكلمني على الكون والنظام الشمسي الكون يا ولادي شاسع بما يفوق تصور الانسان هنبتدي نعرف ايه هو الكون ما وحدة بناء الكون هنتكلم عن تمدد الكون هنتكلم عن نشأة الكون وقياس المسافات بين الاجرام السماوية درس شيء جدا تمام ويلا بينا نبتدي الدرس بتاعنا الكون يا ترى اول سؤال بيطرح نفسه ما هو الكون طبعا الكون يا ولادي فضاء واسع ممتد شاسع بما يفوق تخيلنا يحتوي على كل حاجة المجرات النجوم الكواكب الأقمار الكائنات الحية وكل الخليقة يبقى اذا الكون لا بداية له ولا نهاية فهو فضاء واسع ممتد يحتوي على وبالترتيب من الكبير للصغير المجرات والنجوم والكواكب والأقمار ثم الكائنات الحية وأي حاجة ربنا خلقها عشان كده بنقول وكل الخليقة طب لما بنيجي نتكلم على الكون احنا طبعا عارفين النجوم طب النجوم بتتجمع مع بعض اقول له ايوة بتتجمع مع بعض وبتاخد شكل معين فبتكون المجرات يبقى اذا تجمعات النجوم بتكون المجرات والمجرات هي وحدة بناء الكون المجرات هي وحدة بناء الكون طيب المجرات بقى هل بتتجمع مع بعض طبعا بتتجمع بقوة جاذبية فبتاخد اشكال العناقيد تمام او السلاسل فبسموها عناقيد المجرات بسموها ايه عناقيد المجرات فيه هنا سؤالين يا ترى ما هي المجرات وما هي عناقيد المجرات نبتدي بتعريف المجرات طبعا المجرات دي عبارة عن مجموعات النجوم التي تدور معا في الفضاء الكوني بتأثير الجاذبية يعني فيما بين النجوم بعضها البعض قوة جاذبية اقول له طبعا لو لا الجاذبية ما كان انتظام الكون سبحان الله في خلقه وبالتالي المجرة هي عبارة عن مجموعات من النجوم تدور معا في هذا الفضاء الكوني بتأثير الجاذبية طب لو شلنا النجوم وحطينا المجرات يبقى انا كده بقول تعريف عناقيد المجرات يبقى هي مجموعات المجرات التي تدور معا في الفضاء الكوني بتأثير ايضا الجاذبية لو لا الجاذبية تمام ما كانت كان ممكن كل الاجرام السماوية زي النجوم والكواكب والاقمار تمام تصطدم ببعضها يبقى الجاذبية هي القوى اللي بتحكم الكون تعالوا بقى نبتدي نشوف الكون بيحتوي على قد ايه ترى من المجرات اقول له الكوني يحتوي على حوالي ميت الف مليون مجر ميت الف مليون طب ما هو الف مليون يعني بليون فاحنا ممكن نقول على طول ميت بليون مجر او طبعا البليون هو المليار فممكن نقول ميت مليار مجر تمام يبقى لو حbeit تقوله ميت الف مليون مجر صح لو قلته 100 بليون مجرة صح طبعا عدد مهول يترى المجرة لها شكل اقوله طبعا حسب تناسق وترتيب النجوم اللي موجودة في المجرة ممكن تبقى كروية ممكن تبقى بيضاوية لولبية حلزونية اشكال متعددة عشان كده بنقول تتخذ كل مجرة شكلا مميزا لو اقولنا علل في الامتحان اقوله حسب تناسق وترتيب مجموعات النجوم فيها لما نجي نتكلم بقى على مجرتنا بيسموها ايه اقوله بيسموها مجرة ضرب التبانة وفي اسم تاني اللي هي مجرة الطريق اللبني يبقى مجرتنا بتسمى مجرة ضرب التبانة تعالوا بينا بقى نتكلم على مجرتنا بالتفصيل شكلها وإيه اللي موجود فيها تمام واحدة واحدة ونركز قوي عشان الجزء ده بيجمع لي معلومات جميلة جدا عن مجرتنا اللي هي مجرة ضرب التبانة اول نقطة مجرة ضرب التبانة زي ما انتو شايفين في الرسمة تمام عبارة عن نواة يخرج منها ازرع حلزونية عشان كده مجرتنا من المجرات الحلزونية يبقى لو جيه في اكمل اقلي شكل مجرتنا ايه اقوله حلزونية طيب بتحتوي على اقوله ملايين الملايين من النجوم من النجوم طبعا حوالي على فكرة ميتين بليون نجم في مجرتنا احنا بس تخيلوا الكون في حوالي ميت بليون مجرة لما يكون كل مجرة فيها هذا العدد الخرافي المهول من النجوم ده معناه ان الكون شاسع بما يفوق تخيل وتصور البشر مهما تخيلنا لا يمكن نجيب اوله من اخر سبحان الله وبالتالي فبنقول مجرتنا حلزونية وتحتوي على ملايين او ممكن اقول بلايين تمام من الايه من النجوم النقطة اللي بعد كده الجزء الابيض اللي في النص في الرسمة ده بيمثل مركز المجرة بيحتوي على النجوم العجوزة القديمة يعني الاكبر عمرا اما بقى على اطراف المجرة الاطراف الحلزونية تمام فتوجد النجوم الصغيرة اللي هي الاحدث عمرا زي الشمس بتاعتنا على فكرة يعني احنا شمسنا نجم شاب لسه في عز شبابها لكن النجوم القديمة قوي موجودة فين اقوله في مركز المجرة يبقى شمسنا او عموما النجوم الصغيرة الاحدث عمرا موجودة في الازرع اللولبية الحلزونية للمجرة طيب تعالوا بينا بقى نتكلم على الشمس بتاعتنا اقوله الشمس دي نجم من المتين بليون نجم يا سبحان الله يعني شمسنا نجم من هذا العدد الهائل من النجوم خلاص كده اللي موجود فيه مجرة ضرب التبان طيب بيدور حوالين الشمس زي ما انتوا شايفين تمن كواكب بتكون المجموعة الشمسية او النظام الشمسي لو بصنا في الرسمة عطارد اقرب واحد ثم الزهرة ثم الارض وهي ثالث كواكب المجموعة الشمسية ثم المريخ ثم المشترة وبعدين الكوكب اللي حواليه الحلقات اللي هو زحل ثم اورانوس واخيرا كوكب نيبتون يبقى اذا الشمس نجم من ضمن ملايين النجوم اللي موجودة في مجرتنا ويدبع شمسنا ثمان كواكب بتكون مجموعة بنسميها المجموعة الشمسية او النظام الشمسي طيب الكلب بعد على ايه على مكانها والدورانات طبعا الشمس وما يدور حولها من كواكب بيسموها النظام الشمسي احنا متفقين الشمس وما يدور حولها من كواكب لو احنا بصنا على الرسمة في احدى الازرع الحلزونية اهي هي دي الشمس يا اه ده احنا بعيد قوي عن مركز المجرة طبعا شمسنا زي ما قلنا من النجوم الشابة ويدور حولها الكواكب بتاعته وبتكون الشمس وما حولها من كواكب اقوله بتكون ايه النظام الشمسي طيب على حافة المجرة للسائلين تقع تمام وعلى احدى الازرع الحلزونية الشمس يبقى الشمس والنظام الشمسي بالكامل يقع على حافة مجرة ضرب التبانة على احدى الازرع الحلزونية النقطة اللي بعد كده الدورانات بقى هل الكواكب تدور حول الشمس اقوله طبعا الكواكب تدور حول الشمس زي الارض تدور حول الشمس وبالتالي في تتابع لفصول السنة الأربعة الخريف والربيع والصف والشتاء وهكذا يبقى إذن تدور الكواكب حول الشمس كذلك تدور الشمس وما حولها من كواكب حول مركز المجر طبعا من كبر المجر بتاعتنا تمام بتستغرق حوالي 120 مليون سنة عشان تكمل دورة وحدة حول مركز المجر أنت لو بصتوا عن رقم الموجود تحت الرسمة 925 وجنبه 15 سفر وبعدين كيلو متر ده يعتبر قطرة مجرتنا ياه ده احنا مجرتنا كبيرة قوي أقوله طبعا والدليل لما الشمس تمام والنظام الشمسي معاها بيدوروا حولين مركز المجرة تمام وعشان تعود مرة أخرى للنقطة اللي بتدت منها بتستغرق زمن طويل جدا وهو حوالي قد إيه أقوله 220 مليون سنة عشان تكمل إيه أقوله عشان تكمل دورة واحدة حول مركز المجر طيب تعالوا ناخد مجموعة من الملاحظات احنا قلنا مجرتنا بيسموها ضرب التبانة طب ليه بيسموها ضرب التبانة أقوله ضرب يعني طريق تبانة جاية من التبن فإذا النجوم تمام تشبه التبن المبعصر عشان كده تسمى مجرتنا باسم ضرب التبانة كذلك يا أولادي كمعلومة تكونوا عارفينها بتسمى مجرتنا باسم الطريق اللبني ليه؟ أقوله لتشابه الشكل السحابي الأبيض للنجوم وشكل اللبن المسكوم طبعا الشكل السحابي الأبيض للنجوم تمام؟ بيبقى عامل زي اللبن أو كباية لبن مدلوقة وبالتالي أطلق عليها اسم الطريق اللبني يبقى هي بتسمى تمام بيه؟ ضرب التبانة وكذلك تسمى بالطريق اللبني طيب الملاحظة اللي بعد كده قوة الجاذبية أقوله لو لا قوة الجاذبية ما كانت تمام الكواكب تدور حول الشمس وما كان دوران الأقمار حول الكواكب يا ده قوة الجاذبية قوة جبارة أقوله طبعا إذا كان في بقاء لكواكب النظام الشمسي في مدارتها يعني في أفلكها ده بسبب قوة الجاذبية طب واحد يقول لي طب ليه الكواكب بتدور؟ ما أقوله ما هلأ والكواكب ما دارتش قوة جاذب الشمس هتجذب الكوكب لغاية لما يصطدم بالشمس ويتلاشى فيبتدي الكوكب يقاوم جاذبية الشمس بإنه يدور حواليها فتنشأ قوة طردة مركزية للخارج تعادل قوة جذب الشمس للداخل وبالطريقة دي تمام يظل الكوكب يدور في مدار محدد وثابت حول الشمس كذلك الأقمار تدور حول الكواكب زي عندنا أمر واحد بيدور حوالينا الأمر ده على فكرة نتيجة دورانه ما بيصطدمش بين طب لو مدرش الأرض هتجذبه لأن الأرض أكبر من الشمس خدوا بالكم عشان كده بنقول نمرد به دوران الأقمار في مدارتها حول الكواكب يبقى قوة الجاذبية مسؤولة عن بقاء الكواكب في أفلاكها ودوران الأقمار في مدارتها أيضا حول الكواكب النقطة اللي بعد كده بنتكلم على المسافات بقى طب كل ما الكوكب يبعد عن الشمس طبعا قوة جاذب الشمس تأثيرها بي قل الكوكب مش محتاج يلف بسرعة كبيرة يبقى تكون حركة الكوكب أبطأ طب كل ما الكوكب يقرب من الشمس أقوله طبعا بتزيد قوة جاذبية الشمس يبقى لازم تزيد سرعة دوران الكوكب عشان يقاوم جاذبية الشمس تعالوا بينا بقى ندخل على ملخص للكلمة اللي احنا قلنا يبقى إذن لو قال لي الكون يا ترى الكون ده عبارة عن إيه أقوله بيتكون من أعدادا هائلة من المجرات طيب لو اتكلمنا على المجرات مجرتنا اسمها إيه أقوله مجرة ضرب التبانة طب مجرة ضرب التبانة في إحدى الأزرع الحلزونية تقع إيه أقوله المجموعة الشمسية طب والمجموعة الشمسية تضم إيه أقوله تضم كوكب على الأرض يبقى تاني بقى من الكبير للصغير الكون يتكون من إيه أقوله أعدادا هائلة من المجرات وإحنا قلنا أن المجرة هي وحدة بناء الكون طب مجرتنا اللي هي مجرة من ضمن الميت بليون مجرة خدوا بالكم بيسموها إيه أقوله ضرب التبانة مجرة حلزونية فيها أزرح حلزونية في إحدى أزرحها تقع الشمس والنظام الشمسي اللي احنا نسميها المجموعة الشمسية والمجموعة الشمسية فيها تمن كواكب من ضمنها كوكب الأرض تعالوا بقى نتكلم على قياس المسافات في الكون طبعا لما بنجي نقيس المسافات على سطح الأرض مش مشكلة بنستخدم وحدة الكيلومتر أو وحدة الميل لأن المسافات مهما زادت مهما زادت هتبقى دقيق يعني تمام؟ لكن بالنسبة للكون ما ينفعش إن أنا أستخدم وحدة الكيلومتر لماذا لا تقاس المسافات بين النجوم وبين المجرات بوحدة الكيلومتر أقول له كيلومتر دي وحدة صغيرة جدا والمسافات في الكون شاسعة جدا عشان كده بنقول لوجود مسافات شاسعة تمام؟ بلايين البلايين من الكيلومترات بين النجوم وبعضها طب نعمل إيه إذا كنا مش هنستخدم وحدة الكيلومتر أقول له بنستخدم وحدات أكثر ملاءمة يا ترى إيه هي الوحدات دي أقول له وحدات كتير من ضمنها وأهمها السنة الضوئية طيب لما يجي يقول لي ما المقصود بالسنة الضوئية بص يا أولادي السنة الضوئية دي مسافة خدوا بالكم أنا عارف أن الدوء سرعته 300 ألف كيلو متر لكل سنية يعني في السنية الوحدة الدوء بيقطع 300 ألف كيلو متر طيب يا ترى وهو بيتحرك ما المسافة التي يقطعها الدوء لو فضل يتحرك لمدة سنة هي دي السنة الضوئية يبقى السنة الضوئية هي المسافة التي يقطعها الدوء في السنة حسبوها لقوها بتساوي 9.46 من 100 في 10 قص 12 يعني واحده جنبه 12 سفر تمام كيلو متر طبعا بدل ما نقول كل ده بنقول سنة ضوئية طبعا ما يعادلها بالكيلو يعني 9 علامة 46 في 10 قص 12 كيلو متر طيب لو جاء قال لي في الامتحان المسافة بين الشمس ونجب من ما خمسة سنة ضوئية شوفوا الرقم سهل ازاي خمسة سنة ضوئية يا ترى المسافة دي قد ايه بالكيلو مترات اقول له طبعا ببساطة انا عشان احسب المسافة بالكيلو متر انا بضرب ايه اقول له المسافة بالسنة الضوئية في 9 علامة 46 في 10 قص 12 طيب يبقى خمسة في 9 ستة وربعين من 100 في 10 قص 12 يطلع 47 و3 من 10 في 10 قص 12 كيلو متر واغني بقى لكم الرقم كبير ازاي لكن بالسنوات الضوئية هي خمسة سنة ضوئية عشان كده يفضل استخدام وحدات اكثر ملاءمة وهي السنة الضوئية طب لو قال لي المسافة بين نجمين 28 علامة 38 من 100 في 10 قص 12 كيلو متر يا ترى كم تكون هذه المسافة بالسنوات الضوئية اقول له بص يا سيد احنا عايزين نحسم المسافة بالسنوات الضوئية يبقى نقسم ايه على ايه اقول له حقسم المسافة بالكيلو متر على 9 علامة 46 في 10 قص 12 طبعا انت مديني المسافة 28 علامة 38 في 10 قص 16 على 9 علامة 46 في 10 قص 12 يطلع ايه 3 بصه 3 سنة ضوئية عشان كده يفضل استخدام وحدات ملاءمة اللي هي السنوات الضوئية لقياس المسافات الشاسعة المهولة اللي موجودة ما بين النجوم او بين المجرات في هذا الكون لو قال لي علل بالرغم من ان الكون يمتلئ بالنجوم الا انها لا تكفي لاضاقته انت قلت لي عدد النجوم في مجراتنا احنا بس تقريبا متين بليون مش مليون بليون نجم يعني متين الف مليون نجم ده رقم مهول ومع ذلك احنا لو ركبين مركبة فضائية وطلعنا خارج الغلاف الجوي للارض للارض دنيا ضلمة يبقى اذا رغم كل النجوم دي لا تكفي لاضاقته اقول له انت ناسي ان المسافات شاسعة فطالما المسافات شاسعة كل نجمة بتنور حواليها تمام لكن ما بين النجوم مسافات كبيرة اذا يوجد بين النجوم بلايين الكيلومترات من الفضاء المظلم البارد تعالوا بقى نتخيل بقى الكون وقد ايه الكون ضخم جدا وشاسع جدا هنتفرج على فيلم عشان يوضح لي مدى اتساع الكون قبل ما نبتدي الفيلم انا عايزكم تتخيلوا ان احنا ركبين مركبة فضائية تخيلية خدوا بالكم ده خيال انا بتخيل ان انا ركب مركبة فضائية سرعتها تساوي سرعة الضوء يبقى احنا بنتحرك بسرعة 300 الف كيلومتر في الثانية طبعا مفيش مركبة كده ومنقدرش نتحرك بالسرعة دي لكن احنا بنتخيل خدوا بالكم فتعالوا بينا بقى نتخيل ان احنا في المركبة الفضائية اللي سرعتها تصل الى سرعة الضوء انطلقت رحلتنا واضح امامنا الشمس تمام احنا هنبتدي نتحرك ييجي بعد كده كوكب عطارد ثم يلي ذلك كوكب الزهرة ثم كوكب الارض واحنا طبعا عارفين ان كوكب الارض يدور حوله قمر واحد ادي الارض وحنشوف الامر دلوقت اهو الامر الوحيد اللي بيدور حولان الارض ثم كوكب المريخ وحنقابل مجموعة من الكواكبات اللي هي عبارة عن كواكب تمام بس مصغرة جدا ثم المشترة ثم الكوكب الجميل كوكب زحل زوء الحلقات ثم كوكب اورانوس واخيرا كوكب نيبتون بالطريقة دي لو احنا ماشيين بسرعة الضوء وركبين المركبة الفضائية التخيلية بعد خمس ساعات ونص تقريبا اطعنا تمام وتجاوزنا النظام الشمسي وقطعنا حوالي خمسة وستة من عشرة تقريبا مليار كيلو متر وصلنا بقى الحدود الخارجية للمجموعة الشمسية دلوقت احنا بنبعد 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 تدريجيا وما زلنا نتحرك بسرعة الضوء امامنا طبعا زي انتوا شايفين كواكب المجموعة الشمسية ومدارتها وفي المركز الشمس هنبتدت نغير المصار ونخليه عمودي على مستوى المجرة ما زلنا منتحرك طبعا واضح ان الشمس ابتدت تبعد فابتدت تختفي تدريجيا هي والمجموعة الشمسية لغاية انها هتبقى نقطة بدأ الفراغ يملأ الكون لا يملأه الا النجوم البعيدة طبعا تبدو النجوم وكأنها ساكنة لكن طبعا لقى النجوم في حالة حركة ليه ساكنة لبعدها الشديد هيمر اتنين تلاتة اربعة تقريبا في منتصف السنة الخامسة زي ما انتوا شايفين هيبتدي يظهر اقرب نجمي لنا والنجم ده اسمه الفا سنتوري احنا دلوقتي بنتحرك وتجاوزنا تقريبا اربعين تريليون كيلو متر وما زالت خدوا بالكم رحلتنا في بدايتها بعد عشر سنوات ضوئية خدوا بالكم من الشمس هنجد النجوم بدأت تتقارب شوية شوية من بعضها بعد حوالي مئة سنة ضوئية هيبتدي يظهر انماطا من الغاز الانماط دي ما هي الا جزء من مجرد ضرب التبانة بعد حوالي الف سنة ضوئية هنبتدي نميز الشكل القرصي للمجرة لكن يا ولادي مش قبل مئة الف مئة الف سنة ضوئية عشان نقدر نتمكن من تمييز الشكل الحلزوني لمجرة ضرب التبانة طبعا واضح ان احنا قطعنا مسافة كبيرة جدا جدا فده بيدل على كبر حجم هذه المجرة ما زلنا بنتحرك كل ما نبعد خدوا بالكم الحتة اللي جاية اي نقطة انتو شايفينها ما هي الا مجرة وليست نجم خدوا بالكم مجرة بنجومها يعني بتحتوي على بلايين البلايين من النجوم طبعا واضح تماما ان مجرة ضرب التبانة اللي هي موجودة في المنتصفة هي تمام ابتدت تصغر 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 وكل نقطة مجرة وكل مجرة فيها قلنا بلايين من النجوم ما زلنا بنتحرك مر حوالي خمسة مليون سنة ضوئية ضرب التبانة نقطة صغيرة ضمن مجموعة من المجرات بيسموها المجموعة المحلية ما زلنا بنتحرك مضى حوالي خمسين مليون سنة ضوئية حنقابل التجمع الكبير من المجرات اللي بيوصل عددها حوالي ألفين مجرة ما زلنا بنتحرك إلى أعماق الكون بنتجاوز المجرات الواحدة طلو الأخرى من الواضح تماما دلوقتي إن المجرات هي وحدة بناء الكون تقريبا مضى مليار سنة ضوئية ما زلنا بنتحرك خمسة مليار سنة ضوئية هنبتدي بقى نقلل السرعة شوية ونتوقف عشان نلاحظ هذا البناء التخيلي تخيلي خدوا ملكم لهذا الكون هنلاحظ مليارات لا تعد من المجرات بتبان على شكل سلاسل يعني عناقيد وكتل ضوئية تمتد في الكون يفصل بينها أقول له فضاء شاسع تمام فراغ يعني مهول خاوي تماما من المادة نسيج مزهل ضخم متنوع في تصميمه يظهر قدرة الخالق سبحان الله في خلقه إحنا مهما حاولنا كعقول بشرية ومهما كانت قدرتنا لازم نضعف أمام هذا الكون وأمام اتساع الكون الذي لا بداية له ولا نهاية ما نقدرش نقول في النهاية إلا سبحان الله تعالوا بينا بقى نرجع تاني تمام لكوكبنا كوكب الأرض بسرعة جدا إحنا راجعين قدي المجموعة المحلية تمام شفنا تاني ضرب التبانة في إحدى أزرح الحلزونية النظام الشمسي ما زلنا بنقرب طبعا حيبان أقرب نجملينا ألف سنتوري ظاهر تاني أهو إحنا بقى حنشوف المجموعة الشمسية إنا راجعين بالعكس بقى ففي عندي نيبتون ثم أورانوس ثم زحل ثم المشترة ثم المريخ وأخيرا وصلنا لكوكبنا الحبيب وهو كوكب الأرض أنتوا تخيلتوا من خلال هذه الرحلة قدي إيه يا جماعة المسافات شاسعة وقدي إيه إن إحنا نقطة صغيرة نقطة ده كلمة صغيرة دي يعني لا تذكر إحنا أقل من صغير في هذا الكون الشاسع سبحان الله في خلقه لا بداية له ولا مهاية تعالوا بقى أن نبتدي نتكلم دلوقتي على تمدد الكون في عالم يا أولادي اسمه أدوين هابل اكتشف إن المسافات اللي موجودة ما بين المجرات بتزيد تدريجيا وبمرور الزمن يعني آس المسافة بين المجرات وهو على الأرض بالتليسكوبات طبعا لقاها بتسوي قدر معين جي السنة اللي بعدها لقا المسافة زادت السنة اللي بعدها المسافة زادت الله ده كده واضح تماما إن الكون يتمدد الكون إيه؟ يتمدد تمام؟ فسمى تمام هذه الظاهرة بتمدد الكون سمها إيه؟ أقوله تمدد الكون طب ما المقصود بتمدد الكون؟ أقوله تمدد الكون هو التباعد المستمر بين المجرات نتيجة لحركتها المنتظمة يبقى فيه تباعد بيحصل بين المجرات لأن المجرات بتتحرك بانتظام فبتزيد المسافات ما بين المجرات وبالتالي يتسع الكون وأطلق على هذه الظاهرة تمدد الكون طيب تعالوا بينا نعمل تجربة صغيرة عشان نتكلم على كيفية تمدد الكون طبعا عشان نتكلم على كيفية تمدد الكون هنعمل تجربة ما هي الأدوات؟ أقوله هنبتدي أول حاجة نجيب طبق كبير شفاف هنجيب دقيق ماء دافئ خميرة الخبز وأخيرا حبيبات من الزبيب هنبتدي جوه الطبق نخلط الدقيق مع الخميرة مع الماء الدافئ علشان نعمل عجينة متماسكة هنبتدي بقى بعد ما العجينة تبتدي تتمسك شوية نغرز حبيبات الزبيب على سطح العجينة نترك العجين بقى في مكان دافي طبعا عشان يتخمر لأن فيه هنا خميرة خلاص وبعدين نبتدي نسجل الملاحظات بتاعتنا على المسافات اللي موجودة بين حبيبات الزبيب طبعا هنا واضح تماما من خلال الرسمة أن تباعدت حبيبات الزبيب عن بعضها ليه أقوله وذلك لتمدد العجين الناشئ عن تخمره الناشئ عن إيه عن تخمره طب إيه أهمية التجربة دي أقوله أنا هعتبر أن العجين يمثل مادة الكون وحبيبات الزبيب تمثل المجرات إذن الكون في حالة تمدد مستمر بس تدل على ذلك من تباعد المجرات عن بعضها بمرور الزمن طيب أنا عايز أعمل التجربة دي في البيت ممكن تجيبوا بلونة مش منفوخة بالألم الفلو مستر تحط نقط تمام على البلون تبتدوا تنفخوا البلونة دي شوية شوية طبعا كل ما البلون ينتفخ ويتسع ويتمدد بتلاحظوا أن النقاط اللي احنا حطناها بالألم ابتدت تتباعد عن بعضها كذلك يا ولادي يتمدد الكون نتيجة لتباعد المجرات نتيجة لحركتها المنتظمة تعالوا ناخد علل لو قال لي في الانتحان علل ليه هناك اتساع مستمر للفضاء الكون نحن لسا قيلين أقوله لأن الكون يتمدد طب إيه اللي بيخالي الكون يتمدد؟ أقوله نتيجة حركة المجرات المنتظمة في نهاية حلقتنا أشكركم وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله عشان نبتدي مع بعضينا نكمل درس الكون اللي احنا ابتدنا النهاردة ونشوفكم بخير إن شاء الله الأسبوع القادم اشتركوا في القناة